طاقة الخضراء تتعلق أيضاً بجمهور جزائري جمهور ملودية الجزائر الأسبوع الماضي كنت تكلمنا على وش حبيت في بليدة هذه المرة كيكونوا أمور إيجابية علينا أن نتحدث على الأمور الإيجابية تعطينا صور الجماهير التي غصت بها مدرجات ملعب خمسة جويدية جماهير غفيرة كانت في ملعب خمسة جويدية بمناسبة لقاء شلف ولكن قبل هذا اللقاء وقبل هذه الأجواء كانت فيه روح رياضية عالية مع جماهير جمعية شلف اللي استقبلوهم أحسن استقبال هنا في شراغة وأيضاً في سحة شهداء بموائد الإفطار هام أنصار الملودية إلى جانب أنصار شلف كان استقبال رائع وهذا يجب أن نتمنه وهنا وش كنا نقول الأسبوع الماضي هنا على أن هذا هو الدور المناصر الرائع المناصر اللي يعطي صورة جميلة عن الجزائر صور جميلة حدثت تعطينا الصور قبل أن نروحوا الفيديو هذا صور جمعت أنصار الملودية وأنصار شلف قبل أثناء وبعد اللقاء وهذا يشرف كثيراً كلا الفريقين وكلا المناصر هذه كرة القدم لتعرف بالرجال لتعرف بالناس دالوا هاك ديشابيتو لكل عبر سبيل ولكن بمناسبة حضور أنصار شلف تم تقديم لهم واجبات الفطور وبعدها صعدوا مع بعض إلى ملعب خمسة جويدية واللقاء كانت النتيجة ثلاثة واحد في الشوط الأول ولا واحد من أنصار الملودية رام أي شيء أو كانت فيه روح رياضية عالية بين الأنصار حتى والنتيجة في الشوط الأول كانت هزيمة الملودية بثلاثية كاملة هذا هو الدور المناصر لما يقوم أمور جميلة وجميلة جداً نفس الأنصار هادو أنصار الملودية في لقاء كرة الطائرة تعطينا صور لقاء كرة الطائرة حضروا لا تكلمش على حاجة في ميجانك يشعلوهم مرمى وهمش للملعب ثاني هذا الصور عاود تكمل لي الصور خلينا نشوفها نطفوا المكان بعد نهاية المباراة قبل ما تريد لي صور تنظيف المكان أعطينا صور الملعب أو القاعة قاعة دراريا قبل صورة تنظيف هذه معليش يا سيدي الصور حضروا أنصار بقوة لمباراة كرة الطائرة لأنصار ملودية الجزائر وبعد اللقاء قاموا بتنظيف كل المدرجات في أجواء أنا نشوف أجواء خيالية لأنصار الملودية صنعوها حتى هذا الطفل الصغير الذي كان أو صنع الحدث في المدرجات وقاموا بتنظيف المكان السعلي بن شيخ هذا الأمر لنحبدوه للأنصار عند كل الفرق ليس إلا في لقاء الملودية أمام شرف هذا هو سر الملودية يجي من هذا السيبورتر كيديرو حويج اللي مايديروه مش دوتر كلوب وكيما قال لك يقول لك سماعيل يشوف فينا صاحبنا يقول له صحاف طريق قال لك هذا سر رباني بعتليه ميصال باش نقوله لك قبل ما نتكلم على هادي وش دارو مليح أنا نقول له من السيبورتر الماتشلي فات جيت لبليدة وجيتي مالورو ربحنا ولكن جيتي مالورو وصر في بليدة الذريب ما فهمتش كح علش نكسر الكرسة وحنا خاصر ننظره ما زال قريب واحد تمانين دقيقة ولا سبعين دقيقة علش نكسر الكالتما جيتي زعفت سان سرمو زعفت سان سرمو الحمد لله الماتش هادا أمريكتي فيه والحالة اللي لقاوا خاوتهم في دينهم في بلادهم في كل حاجة اللي سيبورتر تعيش لف فطروا كيف كيف قصروا وليربح ربح حصاصي الفوتبول هدي صورة مليحة نتمنى نتمنى ونتمنى ونيداء اللي سيبورتر تعملوا دي نقول لهم يا جماعة بديتوا مليح غلطوا في بليدة ما لازمش زيدوا قاعدة غلطوا ولا حبيتوا الكلاب هذا يكبر يكبر بيكم بس بالحوايج الملح ما يكبرش بالحوايج لي ماشي ملح من فضلكم قعدوا تسيبورتي وديروا تيفو وديروا غني وقده وديروا غير حوايج لما ينجمش يديروا هاد دوتر كلاب يفتخروا بيهم حتى الجزائرين يفرحوا بيهم قاعدة جزائرين والصورة تمدوها القاعدة للناس هذا كلاب ديفيروا على التولي كلاب وعندكم لاشونس راكم تسيبورتي والكلاب عنده لاشونس كنتو ما راكم قانا تسيبورتي وديروا حوايج حبسونا قاعد هاد الحوايج اللي ما مش ملحق اللي ما يفيدوش نعم وانا اضم صوتي الى صوتك لانه كان البعض يريدون ادخال انصار المولودية دائما في امور لا علاقة لهم بها مثلا لقاء بن عكنون الذي سيلعب يوم الاربعاء ناسي مخبية في اليريزو السوسيو مخبية في الفيسبوك وتبعتوا لد الناس على رأسهم تقولهم لا لا اعطونا غير طروامي لازم يروحوا الغاشي ونكسروا البيبان وندخلوا ونبعد هادو اللي يبعتوا لهم هادو يقعدوا في الدار ميجوش للسطات ونبعد الناس وحد خلال ربما تروح للسجن ولا يسرى اي شيء ولا يكون فيه جرحة ونبعد يقوك مساكن وربي ان شاء الله رانف العواشر ومسكين وعلى شدرول وهكذا فريق هذا لقاء عادي لقاء بن عكنون امام مولودية الجزائر بن عكنون تلعب دائما في الطارطة من حقها انها تستقبل وين تحب في عشرين اود في ملعب خمسة شويلية في ملعب تشاكير تشاكير تم رفض اللقاء في تشاكير لانه كان تكسير الكراسي اللقاء بورميجا في ملعب الدار البيضاء اللقاء في كورت القدم سيدون تسعين دقيقة وبالسلام عليكم ما لازمش انصار المولودية كي الناس يقوموا بالتحريض للانصار لانهم عندهم عدد كبير انصار المولودية يريدون التحريض وخلق الفتنة بين ابناء البلد الواحد لا مش هاده يا كورت القدم وحنا ماذا بينا شوفوا صور كما هاده صورتها جمعية شلف زمان